في الذكرى الأولى لمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي أعلنت الولايات المتحدة أن عملها في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي لم ينتهي بعد وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً جاء فيه بأنه قبل عام أطلقت الولايات المتحدة بالاشتراك مع التحالف الدولي وشركائها في سوريا لهزيمة داعش عملية أطاحت بأبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي وقال البيان أن العملية جاءت في أعقاب تدمير الخلافة الإقليمية المزعومة لداعش وكانت انتصاراً كبيراً آخر في المهمة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم داعش وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن حملتها المتواصلة ضد داعش أبقت التنظيم الإرهابي في حالة من الفوضى المستمرة وعرقلت قدرته على التنظيم والتخطيط للهجمات وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مقتل إبراهيم عواد السامرائي الملقب بأبو بكر البغدادي ومقتل مرافقين آخرين له في السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بعد هجوم ليلي على مقر إقامته في ريف مدينة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي في شمال سوريا ترجمة نانسي قنقر